موسيقى بلشت هذه الهواية من كان عمري 16 سنة واخترت هذه الهواية لأنه من قطع بسيطة جداً يمكن تصنع تحفة نية اخترت الخشب لأنه لجمال رباني غير عروقها، ألوانها، كل قطعة لها جمالها لها عروقها، ما تلقى قطعتين نفس الشيء أنه من لا شيء يصير شيء يعني خشب أروح، يعني عندي طاولات كبار يدحق واحد جداً بيت أقاصها، كان أقول له شب تسوي فيها؟ قال لي بحرقها قلت لابدان لا تحرقها، أعطني إياها بعد سنتين، هي علاماتين، شف يبيلها سنة سنتين خشيتها داخل البيت، بعد سنتين انشفت، سويت القطعة، أعطيتها إياها وانصدها أول قطعة كانت عصاية، كانت بسيطة جداً بس تعني للكثير لأنه أول قطعة، وبلشت تعلم من اليوتيوب يعني أغلب المقاطع كنت أشوفها بالإنترنت، أحاول أطبق مثلها بس لا بد من وجود خطورة وصابة لأنه ما في حد يعلمك لكن بعد سنتين من تشجيع أهلي وربعي قدرت أوصل لهذا المستوى شاركت بالعديد المعارض، وحققت مراكز متقدمة في معرض الصناع العالمي شعور جداً حلو أنك تحقق براكز مثل هذه المعارض الدولية ومشاركين إياك من العديد من الدول من شرق لوسط كامل فالمنافسة على مستوى شرق لوسط وإن شاء الله بالمستقبل أفكر أني أبتكر أفكار يديدة بهذه المجال وأمثل الكويت بالمعارض الخارجية